بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نشوف موضوع نظرية القرارات اللي هو انا عاوز هنا ايه في نظرية القرارات انا عاوز اطلع البديل الامثل من بين عدة بدائل في ظل حالات طبيعة مختلفة كساد رواجن تعاشز ظهار تضخم افلاس كل دي حالات طبيعة او حالات اقتصادية مختلفة البديل الامثل ده اللي بيحقق لي اكبر ربح في من مصوفة العائد لو كانت في حالة مصوفة عائد او اقل خسارة لو كانت مصوفة خسارة عندي نمازج مخطرة وفي عدم تأكد تعالوا نشوف المخطرة المخطرة انا بحدد البديل الامثل على اساس معيار القيمة المتوقعة بجيب القيمة المتوقعة ازاي لكل بديل حاصل ضرب قيمة كل بديل في احتماله وباخد اني بديل هو الامثل اللي بيجيب اكبر قيمة متوقعة طبعا مجموعة الاحتمالات واحد صحيح اوعات انسى لي مصوفة الخسارة بجيبها ازاي اكبر رقم في العمود ناقص كل رقم في العمود وبعدين اجيب الخسارة المتوقعة ازاي اضرب كل بديل في احتماله برضو وبعدين بس باخد البديل الامثل ازاي اللي بيديني اقل رقمها في العائد كنت باخد اكبر رقم في الخسارة باخد اقل رقم القيمة المتوقعة للمعلومات الكاملة القيمة المتوقعة في حالة التأكد ناقص القيمة المتوقعة للبديل الامثل طب القيمة المتوقعة في حالة التأكد بجيبها ازاي اكبر رقم في العمود في احتمال كل عمود لاحظ ان القيمة المتوقعة للمعلومات الكاملة اللي احنا جايبينها لازم تساوي الخسارة المتوقعة للبديل الامثل نشوف مثال مديلك مصوفة العائد عدة بدائل ألف واحد ألف اثنين ألف ثلاثة أبيع ميت واحدة ميتين تلتمية بدائل في حالة الطبيعة الأولى والتانية والتالتة حالة الطبيعة الأولى اللي هي رواج التانية كساد التالتة انتعاش أي حالات اقتصادية في المجتمع البديل الأولاني هنا بكسب 40 في حالة الطبيعة الأولى في التانية بكسب 50 التالتة صفر ما بحققاش ربحة أصلا وهكذا احتمالات حالات الطبيعة حاطة واحد تسوي ثلاثة من عشرة وطهة اثنين اربعة من عشرة أقدر سهل أو أجيب احتمال حاطة ثلاثة لأن مجموع الاحتمالات واحد صحيح واحد ناقص ثلاثة واربعة من عشرة يعني سبعة من عشرة يطلع ثلاثة من عشرة يبقى أنا جبت احتمال طهة ثلاثة قبل مبدأ عاوزين البديل الأمثل من مصفة العائد عاوزين مصفة الخسارة واجب منها البديل الأمثل عاوز أجيب القيمة المطاقعة للمعلومات الكاملة اتفقنا خلاص ان احنا نجيب ازاي الاحتمال الثالث واحد ناقص سبعة من عشرة يطلع ثلاثة من عشر لأن مجموعة احتمالات كل واحد صحيح هجيب القيمة المطاقعة للبديل الأول ألف واحد هضرب كل قيمة في احتمالها أربعين في تلاثة من عشرة زائد خمسين فاربعة من عشرة زائد صفر في تلاثة من عشرة يطلع ثلاثين وتلاثين قيمة المطاقعة للبديل الثاني ألف اتنين ستين في تلاثة من عشرة زائد ثلاثين فاربعة من عشرة زائد تسعين في تلاثة من عشرة يطلع سبعة وخمسين قيمة متوقعة للبديلة ألف ثلاثة خمسين في ثلاثة من عشر زائد ثمانين في أربعة من عشر زائد ستين في ثلاثة من عشر يطلع خمسة وستين اتنين وثلاثين سبعة وخمسين خمسة وستين أكبر رقم من خمسة وستين إذن هو البديل الأمثل الذي يعطي أكبر قيمة متوقعة من هو ألف ثلاثة البديل الثالث مصفة الخسارة سوف أكبر رقم في كل عمود العمود الأول 40-60-50 من أكبر رقم 60 العمود الثاني 50-30-80 من أكبر رقم 80 العمود الثالث 0-90-60 من أكبر رقم 90 تعالوا نطرح أكبر رقم ناقص كل رقم في العمود تعالى العمود الأول 60-40-20-60-60-60-60-50-10 العمود الثاني 80-50-30-80-30-50-80-80-80-0 العمود الثالث 90-0-90-90-90-90-60-30 وعا تنسى أن نحن نشتغل بنفس الاحتمالات 3-10-4-10-3-10 تعالوا نجيب الخسارة المتوقعة لكل بديل هندرب برضو كل قيمة في احتمالها 20-30-30-40-10-90-90-30-45 خسارة المتوقعة لألف اتنين 0-30-50-40-10-0-13-20 خسارة المتوقعة لألف ثلاثة 10-30-10-0-4-10-30-30-10 يطلع اتناشر هنا بقى حناخد ايه؟ اقل رقم 45-20-12 اقلهم اتناشر يبقى هو ده البديل الامثل مين؟ ألف ثلاثة يعني البديل التالت وخد بالك لو طلع البديل الامثل في العائد هو ألف ثلاثة يبقى لابد ان في الخسارة المتوقعة برضو حيطلع ألف ثلاثة لو طلع هناك ألف اتنين يبقى هنا ألف اتنين البديل الامثل لو ألف واحد يبقى هنا لازم يطلع ألف واحد قيمة المعلومات الكاملة بيساوي قيمة المتوقعة في حالة التأكد ناقص قيمة المتوقعة للبديل الامثل قيمة المتوقعة للبديل الامثل عندنا أصلا جايبينها في الخطوة الأولى أو في المطلوب الأول 65 ولكن تعال بقى قيمة المتوقعة في حالة التأكد دي مش عندنا احنا هنجيب بتساوي ايه؟ أكبر رقم في كل عمود في احتماله أكبر رقم في العمود الأول كان 60 في احتماله 13 زائد أكبر رقم في العمود التاني 80 في احتماله 4 من 10 زائد أكبر رقم في العمود التالي 90 في احتماله 3 من 10 يبقى كله يطلع 77 تعالوا نطرح 77 ناقص 65 يطلع 12 لو ما تلعدش زي الـ 12 اللي فوق اللي هي الخسارة المتوقعة للبديل الأمثل يبقى أنت عندك حاجة غلط أقول لك إيه؟ أن قيمة المتوقعة للمعلومات الكاملة تساوي الخسارة المتوقعة للبديل الأمثل تساوي 12 مسألة كنا مدي لك مصوفة العائد ألف 1 ألف 2 ألف 3 طه 1 طه 2 وبعدين مدي لك طه 1 احتماله 6 من 10 أو طه 2 أربعة من 10 كنت ممكن ما أقولكش طه 2 وإنت اللي تجيبه تطرح 1 ناقص 6 من 10 يطلح 4 من 10 عاوزين لقرار الأمثل في حالة باستخدام العائد المتوقع ورسم شجرة القرارات مصوفة الفرصة الضائعة لها الخسارة وقرار الأمثل من خلالها وشجرة القرارات من الفرصة الضائعة والعائد المتوقع للتأكد التام عشان نجيب منه القيمة المتوقعة للمعلومات التامة أو الكاملة يلا قيمة المتوقعة للبديل الأول هنضرب الصف الأول في احتمالاته 100 في 6 من 10 زائد 60 فاربعة من 10 باربعة وثمانين قيمة المتوقعة للبديل الثاني الصف الثاني في احتمالاته 80 في 6 من 10 زائد 150 فاربعة من 10 يطلع 108 قيمة المتوقعة للبديل الثالث 45 في 6 من 10 زائد 180 فاربعة من 10 تطلع 99 من أكبر رقم 108 يبقى البديل الأمثل هو البديل الثاني نرسم وإحنا جبنا إيه جبنا أكبر رقم 108 جاي منين من المقارنة بين 84 و198 طلعنا ثلاث أسهم وكتبنا عليها الأرقام ألف واحد ألف اثنين ألف ثلاث ألف واحد جات منين من 160 باحتمال كام 6 من 10 و4 من 10 الاحتمالات بنكتبها على الفرع بتاع الشجر طب ألف اثنين جات منين جات من 80 و150 باحتمال كام برضو 6 و4 من 10 الثالث جي منين من 45 و180 باحتمال إيه 6 من 10 و4 من 10 برضو الشجرة خلصت الكلام اللي أنا جايبه في القيمة المتقعة اللي فاتت لكل بديل أنا بترجمه في شكل رسمة بس مصفوفة الفرصة الضائعة أو الخسارة ليس ما الفرصة ضائعة لأن هي ربح ضاع علي كان من الممكن تحقيقه أكبر رقم في العمود الأول 100 وأكبر رقم في العمود التاني 180 هنطرح أكبر رقم ناقص كل رقم يعني هنطرح 100 ناقص 100 يبقى صفر 100 ناقص 80 20 100 ناقص 45 180 ناقص 60 120 180 ناقص 150 30 180 ناقص 180 صفر بنفس هذه الاحتمالات 6 من 10 و4 من 10 هنجيب الخسارة المتقعة للفرصة الضائعة خاهميم خسارة متقعة للبديل الأول 0 في 6 من 10 زائد 120 في 4 من 10 تطلع 48 بديل التاني 20 في 6 من 10 زائد 30 ف4 من 10 بـ 24 وصار متقعة البديل التالت 55 في 6 من 10 زائد 0 ف4 من 10 33 أصغر رقم 24 إذن هو البديل الأمثل ألف 2 وبرضو لما كنا بنشتغل في مصفة العائد كان هو برضو البديل الأمثل ما هو لازم نرسم أصغر رقم كان 24 جاي من 2 من مقارنة بين 48 و 24 و 33 الألف 1 ده الرقم بتاعة 48 جاي من 2 من 0 و 120 باحتمال 6 من 10 و 4 من 10 نحط الاحتمالات على الفرعين الألف 2 جاي من 2 من 20 و 30 باحتمال 6 من 10 و 4 من 10 ألف 3 اللي هي 33 جاي من 2 من 55 و 0 باحتمال 6 من 10 و 4 من 10 مطلوب السادس العائد المتوقع في ظل التأكد التام أكبر رقم في كل عمود في احتماله يعني 100 في 6 من 10 وأكبر رقم في العمود التاني كان 180 في 4 من 10 يبقى 132 تعالى نطرح 132 ناقص 108 لقيمة المتوقعة للعائد في من مصفة العائد طلع 24 هي دي القيمة المتوقعة للمعلومات الكاملة دي مسألة تتمرن فيها آه تعالى بقى المقاييز غير الاحتمالية لو أنا ملاقتش احتمالات معطاة هنعمل إيه لازم ندور على كريتيريا تانية أو معيار آخر أقدر أجيب بيه البديل الأمثل العائد عندها حكتين مقياسين أكبر الأكبر وأكبر الأقل في حالة التفاؤل والتشاؤم مصفة الفرصة الضائعة عندها حكتين أقل الأقل وأقل الأكبر في حالة التفاؤل والتشاؤم هي حتى جاية من اسمها أكبر الأكبر يعني أكبر رقم في كل صفو نجيب أكبر أكبر الأقل أقل رقم في كل صفو نجيب أكبر دايما بناخد اللفظ الثاني الأول أقل الأقل أقل رقم في كل صفو ناخد أقله أقل الأكبر ناخد أكبر رقم في كل صفو بعدين ناخد أقله دايماً اللفظ الثاني ثم الأولان يلا نشوف مسألة مصفوفة الأرباح مدهالك ومديلك هنا البديل الأمثل في حالة الشخص متفائل أو الشخص متشائم يعني متحفظ تعالى حالة التفائل أكبر الأكبر ناخد أكبر رقم في كل صف وناخد أكبرهم يلا أكبر رقم في الصف الأول 700 في الصف الثاني 250 أكبر رقم في الصف الثالث 100 أكبرهم مين 700 بتاعت مين ألف واحد يبقى البديل الأول هو البديل الأمثل في حالة التشاؤم أكبر الأقل هناخد مين الأول أقل الأول دايماً اللفظ الثاني الأول أقل رقم في الصف الأول ناقص ستين في الصف الثاني خمسين في الصف الثالث ناقص متين ثم ناخد أكبارهم مين أكبارهم اللي بالموجة طبعا خمسين بتاعت مين ألف اتنين يبقى هو ده البديل الأمثل ليه لجأنا للموضوع ده عشان ما فيش احتمالات انت شايف ان احنا كنا بنجيب البديل الأمثل في النوع الأولاني من المسائل لما يكون عندنا احتمالات عشان القيمة المتقعة معتمدة على الاحتمالات الخسارة المتقعة معتمدة على الاحتمالات هنا ما فيش احتمالات فكن لازم ندور على معيار آخر نحكم بي على البديل الأمثل عندي مصوفة فرصة ضائعة وعاوز برضو شخص متفائل وشخص متحفز أو متشائم بس هنا بقى المقياسين أو المعيارين بيختلفوا التفائل بتبقى الأقل الأقل ليه لأننا عاوز أقل أقل خسارة هناخد أقل رقم في كل صف ثم ناخد أقلهم الصف الأول أقل رقم خمسين صف الثاني تمانين صف الثالث تلاتين أقلهم مين؟ تلاتين بتاعت مين؟ بتاعت ألف ثلاثة إذن هو البديل الأمثل هو البديل الثالث حالة التحفز أو التشاؤم اسمها أقل الأكبر تعال ناخد اللفظ الثاني ثم الأولاني الأكبر ثم ناخد أقلهم أقبل رقم في الصف الأول ميتين في الصف الثاني مية وخمسين في الصف الثالث ربعمية مين أقلهم؟ مية وخمسين بتاعت مين؟ ألف ثلاثة إذن البديل الأمثل هو البديل الثاني ثم برضو ده مثال آخر مثال تاق واحد على الربح واحد على الخسارة نتمرن عليهم شكرا لحسن الاستماع